اشتركوا في القناة حسام حسن حسام يلعبها عالية يسيطر عليها احمد حسن مرابو يحفظ يعدي احمد يعدي لكن ما تفاول ضربة حرة مباشرة على مين على احمد حسن جمال الغندور يحسبها وشايف اتعاج اهي قدام حضراتكم قدام حضراتكم والاتنين وقعوا لكن الفاول الجزائل عجالي الاخضر بن زرع ردوان عجالي مرة تانية وكرة كده حيرة وتايها لكن توصل مرة تانية عثمان غول بن عمارة بن عمارة بن شوش شاتك عمد يا خبر ابيض لمح عصام الحضري واقف غلط راح اطلق صاروخ بن عمارة سيد فين زي ما اقول احنا في الكوبس اهو في المقص الشمال وعصام الحضري خبط في العرضة ان شاء الله يقوم بالسلامة وفي الدقيقة اربعة واربعين من زمن الشهوط الاول اعزائي المشاهدين بيحرز الجزائر هدفه الاول عن طريق عمارة بص يا حضراتكم بص بص حضراتكم عصام بص عصام وقف غلط وقف غلط راح واحدة بوش رجلو الخارجي رايحة فين وعصام ان شاء الله يقوم بالسلامة لا بصراحة يعني كورة جمدة جدا ومفاجأة وعصام حتى لو وقف في الجن مش هقدر يعمل لها حاجة كان لازم عصام يطلع خطوتين شوية وقفل الزاوية لكن ان شاء الله يقوم بالسلامة عصام الحضري مش مهم عصام الجن المهم انك تقوم بالسلامة مباراة ودية وحتى لو مباراة رسمية برضو سلامة اللاعب بالنسبة لنا اهم من كل شيء المطشاط بتروح وتيجي لكن اللاعب كويس ما بيتعوضش واحد صفر عزائي المشاهدين للجزائر وعمارة عمارة سيد احمد مولدية وهران وهدي شوية طبعا مهداوي عبد الرحمن المدير الفني لكن بصراحة مهداوي فرقيتك بتلعب كورة في فكر مدرب فعلا مدرب خبير على اعلى مستوى ان شاء الله ودي البودلاء دريد مدرب حراس المرمى دريد ده طبعا كان من الجيل الزهبي احد المشاهدين جنبي بيقول لي الجزائر رايحة كاس العلم قلت له لا مش الجزائر يا كابتن راحين كاس الأمم مش الجزائر رايحة كاس الأمم كاس العلم عارفين الخمس فرق طبعا اللي رايحة كاس العلم ما اقول له حضراتكو لما الكورة توقف المتشارت بتروح وتيجي لكن اللاعب كويس ما بيتعوضش واحد صفر عزائي المشاهدين للجزائر وعمارة عمارة سيد أحمد مولدية وهران وهدي شوية طبعا مهداوي عبد الرحمن المدير الفني لكن بصراحة مهداوي فرقيتك بتلعب كورة في فكر مدرب فعلا مدرب خبير على أعلى مستوى ان شاء الله وعاليا يسيطر عليها أحمد حسن برافو يا حفن يعدي أحمد يعدي لكن ما تساول ضربة حرة مباشرة على بيد على أحمد حسن جمال الغندور يحسبها وشايف تتعاد أهي قدام حضراتكو قدام حضراتكو والاتنين وقعوا لكن الفاول الجزائر عجالي الأخضر بن زرقى ردوان عجالي مرة تانية وكورة كده حيرة وتايها لكن توصل مرة تانية عثمان غول بن عمارة فريق مصطفى يلعبها من اللي مين للشمال لعمارة يلا يا عمارة بقى دي واحدة هي وبيعدي وبيعملها وحلوة لكن فين فين المتابع مش هنلاقيها كتير دي يا جماعة دي احنا ما صدقنا محمد عمارة عدى بواحدة كده وتوصل مرة تانية وعبد السبتر صابري حسام حسن حسام يلعبها بن عمارة بيشوت شاتك عمدى يا خبرة بيض لمح عصام الحضري واقف غلط راح أطلق صاروخ بن عمارة سيد سين زي ما قوله احنا في الكوبس اهو في المقص الشمال وعصام الحضري يخبط في العرضة ان شاء الله يقوم بالسلامة وفي الدقيقة اربعة واربعين من زمن الشقوط الاول اعزائي المشاهدين بيحرز الجزائر هدف الاول عن طريق عمارة بص يا حضراتكم بص بص حضراتكم عصام بص عصام وقف غلط وقف غلط راح واحدة بوش رجلو الخارجي رايحة فين وعصام ان شاء الله يقوم بالسلامة لا بصراحة يعني كورة جمدة جدا ومفاجأة وعصام حتى لو وقف الجم مش هقدر يعمل لها حاج كان لازم عصام يطلع خطوطين شوية ويفل الزاوية لكن ان شاء الله يقوم بالسلامة عصام الحضري مش مهمة عصام الجون المهم انك تقوم بالسلامة مباراة ودية وحتى لو مباراة رسمية برضو سلامة اللاعب بالنسبة لنا اهم من كل شيء